تحشيدات وتعزيزات عسكرية تركية على الحدود مع سوريا عقب التهديدات التي أطلقها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان باحتلال مناطق شرق الفرات في سوريا قافلة تعزيزات جديدة وصلت إلى منطقة لواء اسكندرون المحتل لشمال غرب سوريا وسط تدابير أمنية مشددة قالت وكالة الأناضول التركية إنها قادمة من مختلف مناطق تركيا مبينة أنها تضم ناقلات جنود مدرعة ومركبات عسكرية أخرى كما توجه عدد كبير من ناقلات الجنود المدرعة من منطقة لواء اسكندرون إلى ولاية كيلس في المنطقة ذاتها تضم بحسب المصادر منصات مدفعية ودبابات تزامنا مع هذه التحركات العسكرية والتهديدات التركية أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن استعدادها لمواجهة أي خطر يستهدف المناطق التي تحميها في شمال وشرق سوريا وقال القائد العام للقوات مظلوم كوباني إنهم سيردون بقوة على أي هجوم تركي يستهدف تلك المناطق كوباني قال بأن قسد تواصل الجهود الدبلوماسية لمنع أي هجوم مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة من أجل ذلك كما شدد على ضرورة بذل جهود أكبر لتجنب التصعيد في المنطقة كما أشار مظلوم كوباني إلى أن القتال بدون قسد غير ممكن في مواجهة تنظيم دعش الإرهابي الذي قال إنه لا يزال قويا في مناطق شرق سوريا مبينا أن هناك نحو خمسة آلاف إرهابي للتنظيم بينهم قياديون كبار سيستغلون الهجوم التركي للانتقام مرة أخرى